لنا إلى جولة في عنوين الصحافة مع الزميلة رولا مرحبا ملافت اليوم في أقوال الصعب جولة متنوعة أيضا على العديد من الملفات العربية قد يكون هناك نصيب فيها لموضوع الانتخابات الفلسطينية والاستحقاقات على كل من حركتين فتح وحماس إضافة إلى موضوع تم تسليط الضوء عليه وهي محاكمة بعض النظام المسؤولين عن عمليات التعذيب وخاصة نتحدث هنا عن أنور رسلان الموجود في ألمانيا والذي تتم محاكمته هناك طبعا التفاصيل في هذه الجولة لنتابع التفاصيل شكرا أهلا بكم مشاهدين في جولة الصحف والتي نبدأها بمقال لمعين طاهر في العربي الجديد بعنوان أسئلة بشأن الانتخابات الفلسطينية قال فيه ثمت ملفات كثيرة لم يجري التفاهم عليها بلقاء إسطنبول بين وفدي حماس وفتح سواء بين الفصيلين أو في داخل كل فصيل وسط معارضة بعض الفصائل الفلسطينية الأخرى وترقبها هذه المحاصصة وتساءل الكاتب هل الهدف من هذا الاتفاق إنهاء الانقسام الفلسطيني وهل ينتهي الانقسام عند توزيع المقاعد والسلطات وضمان حصة كل فصيل من دون الاتفاق على برنامج وطني يفعل ميدانيا لمواجهة الاحتلال ودحره عن الأراضي الفلسطينية ومقاومة نظام الأبرتايد وصولا إلى تفكيك النظام الصهيوني بأسره واعتبر أن إجاء الانتخابات التشريعية والرئاسية الفلسطينية استمرار لمحاولات كسب الوقت والهروب إلى الأمام من دون اللجوء إلى اتخاذ قرارات حاسمة تتعلق بإعادة القضية الفلسطينية إلى مسارها الأصلي والتخلص من وهم المفاوضات وسراب الحلول والبدء فورا في تنفيذ برنامج وطني للمقاومة الشعبية أساسا لأي مصالحة وسحب الاعتراف بإسرائيل نذهب إلى الصحف الغربية وما جاء فيها وتحديدا في واشنطن بوست حيث نقرأ مقالا بعنوان الصراع يحتدم على النيل وإدارة ترامب تفاقم الوضع سوءا أشار خلاله سيفن بدوانو إلى التصعيد بين أثوبيا ومصر وسودان بشأن ملء سد النهضة واعتبر أن القضية معقدة وتتطلب وساطة دقيقة لكن إدارة ترامب اتخذت نهجا مختلفا أدى إلى تفاقم الخلاف وتقويض مصداقية الولايات المتحدة كوسيط لولي ونقل عن محللين أثيوبيين أن واشنطن تسعى فقط إلى كسب ود الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الذي أشار إليه ترامب بأنه ديكتاتوره المفضل وأضاف إذا كانت واشنطن لا تزال تأمل في تجنب الحرب بين اثنين من أقرب حلفائها في القارة الأفريقية عليها عكس مسارها والاستراتيجية الصحيحة لنزع فتيل التوترات لا تتمثل في تجريد أثيوبيا من 25% من مساعداتها ورأى أنه بدلا من ذلك ينبغي على الولايات المتحدة أن تسعى لحل أزمة المياه في مصر وإلا ستؤدي هذه الأزمة وسياسة القوى في المنطقة إلى حرب يمكن تجنبها نذهب إلى صحيفة الجاردين البريطانية والتي طبعا رصدت تصاعد الغضب الشعبي في مصر وأشارت في تقرير لها إلى أن إجراءات السلطات المصرية الأخيرة الخاصة بفرض غرامات طائلة على المصريين بحجة مخالفة قوانين البناء فاقمت من حالة الغضب الموجودة لدى المواطنين من ترد الأحوال المعيشية جراء الغلاء وتداعيات ركود الاقتصادي بسبب فيروس كورونا وبحسب الصحيفة فإن الاحتجاجات الأخيرة بمصر امتدت لمناطق ثقيرة ومهمشة نادرا ما كانت تشارك في التظاهرات وهو ما قبلته السلطات بحملة قمع واعتقالات وقتل للمتظاهرين بالإضافة لمحاولة تشويه الأحداث عن طريق المعلومات المضللة عبر الإنترنت كما أشارت إلى تحليل تقني رصد استخدام النظام المصري بكثافة لحسابات مزيفة للتلاعب في الوسوم والأخبار التي انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي وتناولت بشكل رئيسي التظاهرات ونقلت عن الباحث في معهد التحرير لسياسة الشرق الأوسط جوشيا قولة الهدف من حملة الحكومة والفيديوهات المزيفة التي نشرتها هو خلق مناخ عام من عدم التصديقة إلى فرنسا ونقرأ في صحيفة لوموند فيها التي صلتت الضوء على الفرع 251 التابع لمخابرات النظام السوري والمعروف أيضا باسم فرع الخطيب ومسؤول التحقيقات فيه أنور رسلان الذي تتم محاكمته في ألمانيا مشيرة إلى أن الجهاز الأمني الذي برز منذ أن انتفض الشعب السوري ضد الدكتاتورية في أوائل عام 2011 يقف وراء اعتقال ألاف الشبان وتعذيبهم في دمشق كما لقي قربة 14300 رجل وامرأة وطفل حتفهم تحت التعذيب فيها ونقلت على الناشط الحقوق مازن درويش المعتقل في سجون الأسد الذي قام بتسليم وثائق إلى المحكمة في ألمانيا قوله هدفنا أن نبين أن المسؤولية لا تقع على أنور رسلان فقط بل على النظام بأكمله والمشتبه بهم في القيادة العليا نعتقد أننا حققنا هدفنا بتقديم هذه الأدلة إلى المحكمة نذهب إلى صحيفة نيويورك تايمز التي كتب فيها توماس فريدمان مقالا بعنوان ترامب ليس سوبرمان اعتبر فيه أن ترامب وبعد إصابته بفيروس كورونا صور نفسه على أنه سوبرمان لكن تبين أنه تفوق ليس فقط في نشر الفيروس ولكن بتعميم نظرة خاطئة إلى جائحة هي الأخطر بالنسبة له ولأمتنا إن إعادة انتخابه سيكون عملا من أعمال الجنون الجماعي وأشارها إلى أن الذكورية في الجائحة ليست قوة إن ارتداء الأقنعة لا يحد من الحرية وعمليات الإغلاق العام ليست اختصارا لحقوقنا في التجمع أو الكلام أثبت دونالد ترامب أنه أسوأ نوع القادة خلال الوباء وزعيم متهور أخلاقيا وأضاف لم يحترم ترامب الطبيعة الأم ولم يحترمنا كل ما يمكنني فعله الآن هو أن أدعو بأن يكون عددا كافيا من مؤيدي ترامب قد أيقنوا ذلك وأن يكون تصويت ضده من الآن وحتى الثالث من نوفمبر لأن ذلك يشكل مسألة حياة وسبيلا لعيش العديد من الأمريكيين وبهذا نصل إلى ختام هذه الجولة شكرا لكم اشتركوا في القناة